وهي حرمية الجبلية انتهت اللاجنة الوزرية اللي كانت في اتحاد الكورة اليوم كانوا في المخازن اللي في اكتوبر بيفتشوا على باقي الحكاية والري رو교شوف الدنيا فيها ايه المخازن اللي في اكتوبر المخازن اللي في اكتوبر فانتهوا او شبه انتهوا وعندهم اكتوبوا مع الوزير بكرة وتميل النية الى تحويل الامر برمته الى النيابة العامة السبب إن هم في كاسين مش لقينهم في سيفين دهب مرصعين تم إهداءهم إلى كابتل الخطيب من الكويت وإلى منتخب مصر من سلطنة عمان غير موجودين ولإن خلاص الموضوع زاد عن الحد يعني هم بقوش عارفين يتعاملوا إزاي مع هذا الأمر في ظل الاختلاسات اللي موجود أم ملاش نقول اختلاسات اختفاء كؤوس وسيوف دهب والحاجات دي غير مثبتة في الجرد فالناس في قمة الزعل والحزن في قمة الزعل والحزن فالأمور دي اتنين كاس أفريقيا واتنين سيف دهب ومش موجودين في الجرد ولا في إذن استلام ولا في إذن صرف طب راحوا فين الناس ما بتجاوبش اللجنة على كل حديث دي أنا ما عرفش كل حديث دي أنا ما عرفش مش أنا ما مسؤول مش عارف ايه كان ايمان فاللجنة قالت لموظف الإدارة المالية في التحاد الكورة هنبلغ نيابة العامة هي اللي اتحقق بقى ونقول لهم احنا عندنا ايه وتعفاصلنا ايه وهي اتبلغ لكن الحاجات مش موجودة في الجرد دي مصيبة سودة يعني مصيبة سودة مصيبة سودة مصيبة سودة فبالنسبة للحرامية سيتم إحالتهم إلى النيابة والساد الوزير ينتظر رفع تقرير اللجنة إليه كاملة عشان إن هو يرفع إلى النيابة لأن فيه ارتباك رهيب ارتباك رهيب في التحاد الكورة بين الموظفين والعماء الحاجة راحت فيه قال لكابت الحماد الصدق إلي حال رجع طب الحاجة فيه طب ما بتثبتش في الجرد ليه طب فين أذون اللي مش عارف في الاستلاة طب فين أذون الصرف طب الحاجة راحت فين أصلا يعني الموضوع كبير جدا 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 فوزير شابه الرياضة واللجنة الخماسية يطالبان أو يطالبون بإظهار الحقيقة على الرأي العام وكشف المسطور وتبرئة الزمم سواء السابقة أو اللحقة طيب عاوز أقول معلومة تانية أن بالنسبة للكابتن حميد أحداد حميد أحداد عنده عرض من نادي شباب المحمدية أنه يشتريه بستمائة ألف دولار نادي بيتولى مستثمر كبير هناك في المغرب اسمه هشام اتمنى اتمنى هشام اتمنى هو رئيس نادي ورجل أعمال وعارض ستمائة ألف دولار اللي شراؤه بشكل نهائي وبيتدخل في الصفقة كريم البلق اللي هو وكيل محمد أناجم وأشرف بن شرقي اللي هو رئيس نادي الزمالك وقال لهم من دلوقتي أن هذا الرجل يعني رجل أعمال جامد جدا وعنده استعداد لأنه يبعد طيارته الخاصة لنقل فرقة الزمالك إلى المغرب في أي توقيت وبيدلع الناس بالنسبة لمحمد عواد جايله عرض من نادي حفر الباطن لأنه ما ينفعش بقى فيه نادي اسمه الباطن لأن الباطن اسم من أسماء الله الحسن فما ينفعش الظاهر الباطن فما ينفعش فقاله اسمه حفر الباطن فجايله عرض من هناك بالقعارة لمدة سنة بعد التقلق الإبداع مع نادي الوحدة السعودي أنا مع عرضه حرام النيتانو ععد كده ولعب جبته كان بينضم المنتخبات خلل من القعدة على الدكة لدرجة أنه زيق من نفسه حلق شعر زيق من نفسه حلق شعر فده كلام مش مظبوط خلاص بقى احنا قلنا الجزئية دية ملناش علاقة بالعملات ايه ولا الكلام من دي ايه اللي حصل في صفقة رمضان الناس بقولوا ان حصلت في صفقة رمضان 12 مليون جنيه عمولات يعني أنا مالي ده أمر ما يعنينيش يعني طالما بالقانون خلاص مش بالقانون يبقى مال سايب وخلاص ملنك من أنا ماليش علاقة أقول مين اللي ياخد عمولات أو مين اللي ما ياخدش عمولات ولا إزاي بياخدها ولا كده لكن في الآخر اللعيبة بقى هي اللي عاملة قال علي جابر محمد الشناوي عمر جابر كل اللعيبة طلبة تعديل عقودها بعد اللحاص أو بعد صفقة رمضان برنامج كابتل مصطفى عبدو أنا قلت ان هو سجل برو مبارح لكن مش عارف هيبدأ امتى الجمعة اللي بعد الجهاز بالنسبة لي سنائي نادي الزمالك المعارق الالتحاد السكندري أحمد رفعت ورزاق السيسي نادي الالتحاد السكندري تقدم بعرض لشراء رزاق السيسي موليد تمانية وتسعين يعني اتنين وعشرين سنة بربعمائة الف دولار والعرض شاف واحمد رفعت